بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن شاء الله المحاضرة الأولى في الكورس بتاعنا وعنوانها Introduction to Ecology Part 1 وده معنى أنا حيبقى فيه Part 2 برضو اسمه Introduction to Ecology طيب نبتدي نبص الأول يعني إيه Ecology إيه Ecology دي جاي من حكتين الجزء الأولاني اللي هو Arcus وده معنى Family Household أو الأسرة والأولوجي دي يعني الدراسة ده باليوناني يعني وبالتالي Ecology هي العلم بتاع دراسة المخلوقات الحية ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكورة الأرضية دي خلق فيها حاجات حية وحاجات غير حية الحاجات الغير الحية اسمها Abiotic وده عبارة عن طبعاً الجبال والرمال والسحاري والبحيطات والمية والريزرفوارز وخلافه يعني من الأشياء اللي هي مش حية وخلى إن يبقى فيها حاجات وده هنسميها Abiotic Components أما الحاجات الحية اللي بتعيش جواها زي الأسد والنمر والغزالة والتحالب والبكتيريا والإنسان دات نفسه دي كلها اسمها Biotic Components يعني علم الإكولوجي هو اللي بيدرس إزاي الحاجات المختلفة دي تقدر تعيش مع بعضيها وتعيش جوا الـ Environment اللي بيحتويها اللي فيه الحاجات الـ Abiotic ويعلاقتها بالـ Biotic Components التانية اللي عايش معها وده بنسميه الـ Ecological Balance اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه على الأرض واللي الإنسان الحقيقة لما بيتدخل عشان يعمل تنمية أو خلافه ممكن يكون بيغير فيه وبالتالي بتبقى له نتائج كتيرة مش كويسة لدراسة الإكولوجي تاني لدراسة الإكولوجي تعالى نبص كده على الرسمة دي دي عبارة عن رسمة سكماتيك كده رسمين فيها دائرة اسمها الـ Hydrosphere الدايرة دي هتبقى فيها كل الحاجات اللي خاصة بالماء يعني مثلا المحيطات والبحار والبحيرات الداخلية والبحيرات المالحة وغيره الدايرة الثانية دي اللي هي الأتنوسفير والأتنوسفير طبعا اللي هو الهلاف الجوي يعني وما يحتويه والدايرة الثالثة اللي هي الـ Lithosphere ودي الأرض اللي يابسها من سطح الأرض وانت نازل تحت جوه الأرض وهكذا طيب الثلاثة سفيرز دول اللي نحن بنسميهم الـ Abiotic Spheres كويس عندي كمان الـ Biotic Organisms ودول عايشين جوه حاجة اسمها الـ Ecosphere وبالتالي الحتة دي مثلا دي دي عبارة عن مخلوقات حيا لأنه هم جوه الـ Ecosphere أو الـ Biosphere وجوه الـ Hydrosphere يبقى دين مخلوقات الحيا اللي بتعيش في الماء بس هنا المخلوقات الحيا اللي بتعيش في الهواء هنا المخلوقات الحيا اللي بتعيش في الأرض طيب في ممكن ألاقي أكثر من تخاطع زي ده مثلا الحاجات اللي بتعيش هنا هي المخلوقات اللي بتعيش في الماء وكمان بتعيش في الأرض زي الـ Reptiles زي الـ Amphibians يعني اللي هي الضفاطع وخلافه زي الـ Reptiles اللي هي التمسيح وهكذا وبالتالي أي إنترسكشن ما بين الـ Biosphere أي إنترسكشن ما بين الـ Biosphere اللي بيعيش في المخلوقات الحية مع الـ Abiotic spheres دول حي أعرف حاجة بنسميها الـ Ecosystem فإذا الـ Ecosystem وده تعريف حنستخدمه كتير قوي هو عبارة عن المكان اللي فيه Abiotic Components وعايش فيها Living Organisms وبالتالي عندي Ecosystems كثيرة قوي ممكن تصنف كـ Natural Ecosystems مثل الغابات والبحائرات والصحاري والجبال وخلافه كل دي عندي حاجة اسمها Mountain Ecosystems الـ Ecosystems بتاع الجبل وده يفرق عن الجبل اللي هو ناحية سطح الأرض والمخلوقات اللي بتعيش في الجبل نفسه بس فوق خالص في مرتفعات عالية والحرارة واطية وكذا وعندي مثل ما عندي Natural Ecosystems عندي Man-made Ecosystems منسميها Engineered Ecosystems مثل الـ Activated Sludge في معالجة المجاري أو مثل أن يكون عندي بعمل Oxidation Pons يعني بعمل أربي بكتيريا والبكتيريا دي اللي تبتلي تأكل الأورجانيكسين اللي موجودة في المياه وتخلصها منها وتعملها عملية تنقية وخلافه وبالتالي السلايد اللي قدام دي أنا بعيد فيها كلام مرة واثنين وثلاثة هتلاقي في الـ Presentation دي بعيد نفس الحاجة بكلمات مختلفة فإنت عليك أنك بقى تقرأ هو نفس كلام اللي قلناه ونحن نتكلم على الـ Ecological Levels يعني أنا أريد أن أدرس علاقة المخلوقات الحية بالبيئة اللي عايشين فيها طيب الأول لابل عندي اللي هو اللابل بتاع الـ Individual واللي يكون الـ Individual بتاعنا هو الغزالة دي أو الإيل ده أو الغزالة الكبيرة دي فلما أنا أدرسه كـ Individual حبت ده بص رجليه شكلها إبري عشان يعرف يتسلق ومش عارف رأسه فيها قرون علشان مش عارف يعرف يدافع عن نفسه ومسننه شكلها إيه عشان يأكل الحشيش وأكاسك ده كـ Individual لكن لو عايز أبص على مجموعة الغزلان كلها اللي عايشة مع بعضيها يبقى أنا كده بأدرس الـ Population دراست الـ Population دي من الحاجات المثيرة جداً بيدخل فيها معدلات وموديلنج وخصص طويلة عريضة ومنها الموديلنج بتاع الـ Population بتاع البناء أدمين مثلاً على سطح الكرة الأرضية طيب لو حواست على فكري شوية وإلى جانب كل الغزلان الموجودة موجودة كل الـ Population الموجودة من الغزلان سأبدأ بص أشوف في مخلوقات تانية عايشة معهم فهلأقي في عندي Population أو أرانب أو Population أو سناجب ومشعرف طيور أو بومة أو مشعرف ومفترشات أي أن كانت نوعها إلى جانب بقى الـ Species النباتية سواء كانت أعشاب على الأرض أو كانت شرب أو كانت أشجار خشبية أو كانت أشجار إبارية أو إلى آخره كل بقى المخلوقات الحية بجافة أنواعها ساعت أنا باسمها الـ Level بتاع الـ Community أنا بادرس الـ Level بتاع الـ Community الـ Level بتاع الـ Community ده فيه علاقات تحكم إزاي ده يعيش مع ده إزاي المفترس يعيش مع الفريسة إزاي اللي بيأكل العز بيعيش مع اللي بيأكل اللحوم وكذا إزاي النبات اللي بيطلع أكل الناس دي كلها يبقى يستمروا في حياته رغم أن الناس التنية هتأكلوا والكلام ده كله ليه توصيفات هندسية يعني تستحق الحقيقة الدراسة بس مش هندخل فيها قوي أنا أريدكم فكرة عامة بس إن المواضيع دي تتعامل إزاي طيب لو هزود بقى على كل الـ Community اللي موجودة هاخد معايا الـ Ability Components يعني لو عندي جبل والرمال شكلها إيه وكسبان رملية لو موجودة والأنهار والـ Reservoirs والليكس وهكذا لو دخلت ده كله ودرسته مع الـ Living Components يبقى أنا كده بيدرس الإكو سيستم على بعضيه طيب لو كبرت كتب من كده فيها كتب من كده قافي طيب لو درست كل الإكو سيستم المتشابهة على مستوى العالم ولكن مثلا كل الغابات المطيئة يعني كل الغابات الإستوائية اللي في العالم هنلاقي فيها تشابهات كبيرة جداً ما بين غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية والغابات اللي في أفريقيا الإستوائية والغابات اللي في أفريقيا الإستوائية والغابات اللي في بعض أجزاء من أسيا ودي بأسمها كلها Tropical Rainforest Biomes وده الـ Level بتاع الـ Biomes لو درست كل الـ Biomes اللي على الكرة الأرضية يبقى أنا بدرس بقى الـ Biosphere الكبير خالص هنا نفس الكلام مشروح بطريقة تانية وبكتابة أحسن يمكن أحسن من اللي أنا قلت بقى عليك أنك تقرأ وهنا بندرس مخلوق جديد اللي هو مثلا نوع من القوارض أو السناجب أو كده ودي الـ Biosphere وتعرفها دي سلايد لطيفة جداً نحب نبص عليه نحن قلنا عندي الـ Organism و الـ Population اللي هي كل الأعداد اللي موجودة من نفس الـ Organism و الـ Community لو دخلت معها الحاجات التانية الحية والـ Ecosystem لو دخلت معها الحاجات غير الحية وفي النهاية الـ Biosphere طب كل دول تعال نوسع كده شوية ونبص الغزالة دي أو الـ Organism ده هو مكون من عدة Organ Systems يعني الغزالة دي جواها جهاز تنفوزي وجهاز عضمي وجهاز دوري للدم وهكذا وجهاز التخلص من المخلفات وخلافه الغزالة دي فيها أعضاء Organs والـ Organs معمولة من T-shirts والـ T-shirts متكونة من خلايا والخلايا جواها Protoplasm أنا كل ده عمل أنزل والـ Protoplasm متكون من molecules من حاجات معينة والموليكولز متكونة من Atoms وجوه الـ Atoms فيه Sub-Atomic Particles يعني مفيش دعا ندخل في الكلام ده دلوقتي بس أنا قصدي إيه خلق ربنا سبحانه وتعالى واسع جدا من أول حاجات ما بشوفهاش بعيني لحاجات بشوفها بعيني للحاجات دي لما تكبر تبقى الكرة الأرضية كلها ولو بسيت أوسع كمان هلأ الكرة الأرضية دي جزء من مجموعة كواكب والمجموعة دي بتسمعها المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية جزء من مجموعة أخرى بتتكون الجالكسي أو المجرة والمجرات اللي كلها اللي موجودة بتكون الكون الواسع بتعرف بنا سبحانه وتعالى نحن في الإيكولوجي بندرس الجزء البسيط قوي 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 اللي موجود في الحتة دي فقط الرسمة اللي قدامي دي بتبين لي البيومز اللي موجودة في العالم كمثال مثلا اللون البني الالوان البني دي هي ترمي الجائزة بالفعل نظم الحيوية القطبية في أمريكا وشمال أوروبا وشمال أوروبا وشمال أوروبا وشمال أسيا وشمال سيبريا وخلافه نظم الحيوية حيوية مهاجمات وكما ذلك كمية دراينة لكي يجب أن يبقى على مخلوصات فإنكتشة حيوية مما يحلق أنه هناك مهاجمات نظراً لكثرة الأمطار والماء متوفرة والدنيا متوفرة فبالتالي حوالي 45% من كل الانيمال سبيشيز اللي موجودة في العالم موجودة جوه طبعاً قدامنا ده أكيد سيبقى حاجة لي علاقة بالأقطاب نسميها التندرا التندرا بيونز دي زي ما انت شاهد في الدنيا ساعة جداً الموسم اللي بتطلع فيه الأشجار قليل جداً ممكن يبقى عندي دارك نايتش دايز حتى كتيرة وبالتالي اتهوس نوع معاينة بسا من المخلوقات اللي تقدر تعيش هنا ما ينفعش مثلاً الحمار الوحشي يقدر يجي عيش هنا حيموت ولا شيء ده يقدر يعيش في الراينفورس بتاع أفريقيا حيموت برنا اللي قدامنا ده اللي هو البراري والبراري ده يعني الأعشاب واللي حواليها الأشجار دهية وبرضو فيها نوع كبير قوي من المخلوقات السورة اللي قدامنا دي صورة اللي هي السافانا والسافانا دي بقى اللي بيعيش فيها الحاجات اللي بنشوفها في عالم الحيوان وخلافه والأفيال والبتاع وكل حاجة من دول طبعاً انت تقرأ و تبص فيها شويتين زيادة كده هو طبعاً دي المارين ايكو سيستن و بالتالي اتوقع عن المارين ايكو سيستمز دي ستبقى هي أكبر مساحة من مساحات البيومز اللي موجودة في الراينفورس طب اللي قدامنا ده بايوم يعني لو عايز نسميه كده بس هنسميه من ماد ايكو سيستم ولا حاجة اللي هو الحدائق الحيوان منها بجيب مخلوق مش بيعيش في هذه المنطقة الهابيتات بتاعته مش هي دي ويخلق له حاجة علشان مجرد الناس تورج عليه وهكذا ونسميها حديقة الحيوان السلايد دي هنتكلم فيه على حاجة جديدة اسمها قد يكون كلام بدري شوية لكن هالفهم معنا بعد كده الان بي بي ده عبر عن برامتر بنستخدمه علشان يعبر عن مدى البرودكتيفتي بتاعة وحدة المساحة من الايكو سيستم بتاعي بمعنى الايكو سيستم ده مثلا ايكو سيستم اوف سافانا او بيراري يقدر يطلع اكل علشان يساكورت ارجانيزمز قد ايه بمعنى اخر وادق فيه مخلوقات بتعرف تصنع الاكل بتاعها والاكل بتاع غيرها عن طريق التمثيل الضوئي او الفوتوثينسيزز زي النباتات فالشجرة بتاخد التقطعاتها من الشمس وتستخدم الكلام ده هو كربندوكسايد من الهوى وماية من الارض وشوية نيوترينش عشان تطلع لنا ثمرات ومأكلات وكلوكوز وكربوهايدريتس واشياء كثيرة نتغذى عليها مثلا تأكلها البقرة واناكل البقرة بعد كده وهكذا فالاصل في تصنيع الاكل على الكرة الارضية هو النبات ونفس الكلام في البحر بس اللي بيعمل الفوتوثينسيز جوه البحار والاكوس ايكو سيستمز اللي هي فيها مياه يعني هو التحالب الالجي يعني وليس النباتات البريدومينت سبيشيز اللي بتعمل فوتوثينسيز وبالتالي بتاخد الكاربون من الكاربون داكسايد اللي في الجو وخلال كيميكا الرياكشن هنشوفها بعد كده هتقدر تصنع منه موليكيوريز اوف جلوكوز اللي هو البيسيك فود سي ايتش تو او او ستة سي ايتش تو او هنشوف زي ما قلتلكم الكلام دا في النهاية كل اللي عايز اقوله ان النباتات او التحالب دي عن طريق الطاقة بتاعت الشمس تقدر تسبت الكاربون اللي موجود في الجو وتحوله لكاربوهايدريت يعني تحوله الاكل الاكل دا هي بتاكل منه وبتاكل منها بقية المخلوقات التانية فالبح sine pbertanis يعني السلسة الشمس الرئيسي للأكل دا اللي بتعمله النباتات وبتعمله الالجي ممكن التعمل البقرة información دةمكن تعمله البقرة ان هي بعد مكلة الحشيش بسن though in the earth طلعت لحما او انا او ان devotee حاكل اللحما اذا انا او الاسد اسمنا وبذلك ادي إيه ان وبقد اذا كانت س Museum's Us By The Mek من Substance اللحما بتاعت البقرة اللي هي تكونت اصاسا لان البقرة دي الاكلや يجب أن تأكل الحشيش والحشيش هو طلع أكله عن طريق استخدام طاقة الشمس في تثبيت الكربون الموجود في الهواء والماء الموجودة من الأرض يجب أن تطلع منهم موليكيولز أو فود علشان الحاجات التانية تأكل منه لو نرجع تاني بقى للكلام اللي احنا بنقول عليه في السلايد ده هوت لو بصينا للشارت اللي موجود هنا ده البارت شارت ده هوت نقدر نقول هنا أنواع الإيكو سيستم المختلفة أو البيومز المختلفة وهنا الـ average net primary productivity in terms of grams per meter squared per year يعني كل سنة المتر المربع من الإيكو سيستم بتاع مثلا السافانا يقدر يطلع فود كام جرام علشان هي تاكل منه النباتات وكمان المخلوقات التانية تبقى تاكل النباتات بعد كده ففي النهاية الـ primary production معناها كام جرام من الأكل الأولي يقدر يتخلق خلال سنة من كل متر مربع من الإيكو سيستم بتاع فالحاجات البارز اللي بالأخضر ده هي تراستيال إيكو سيستمز اللي موجودة على الأرض اليابسة الحاجات اللي بالأزرق هي المارين إيكو سيستمز اللي موجودة في النظم الحيوية المائية يعني سواء كانت مارين أو كانت فريش ووتر إيكو سيستمز في النهاية في التراستيال إيكو سيستمز بنبص نلاقي أن التروبيكال رينفورست هي أكتر حاجة منتجة للأكل الأولي للـ primary production بتطلع حوالي 2200 تقريباً أو 2200 تقريباً جرام من كل متر مربع من الغابة ده هي كل سنة لو بصنا الحاجة زي السافانا نلاقي أن هي نصها السافانا اللي هي حشائش أقل ودنستي أقل تقدر تطلع حوالي 1000 جرام من كل متر مربع كل سنة ولو مشينا بقى الحاجات القطبية والـ desert هنا هوت أقل حاجة في الدنيا ممكن تبقى productive في الإيكو سيستمز لو بصنا في الحاجات المائية الأكوز إيكو سيستمز نبص نلاقي أن الكورر الريفز واللي هي الإشعاب المورجانية والكلام ده غنية جداً تقدر الـ productivity بتاعها عالي جداً أعلى حتى من الغابات المطيرة فبالتالي تقدر تخلى أكل أولي عن طريق الـ photo synthesis أكثر من الغابات المطيرة من كل متر مربع من مساحتها الـ estorage اللي هي التقاء البحار والمحيطات مع مصبات الأنهار أيضاً غنية جداً وتقدر تطلع أكل كتير كل سنة حوالي 1500 جرام من كل متر مربع في السنة الـ open ocean ده أقل حاجة اللي هي المائة العميقة يعني الـ productivity بتاعها بيقع بلاي الواضحة وين هي لاي الليل أن تبقى بعيدة عن أشعة الشمس والـ source of energy بتاعها لازم تدور على source تاني بس بلاش ندخل في المواضيع دي دلوقتي يعني لازم تدور على source of energy آخر تقدر تستفيد منه في تثبيت الكربون الموجود جوه الماء الـ carbon dioxide الدايب في الماء تقدر تطلع منه الأكل بتاعها الـ bar charts الـ horizontal دي أو الشارت ده بيمثل المحور ده اللي هو كم % من مساحة السطحية للكرة الأرضية بيشغلها الإيكو سيستمز المختلفة دي فنبص نلاقي أن الـ open ocean بيشغل حوالي 65% من المساحة السطحية للكرة الأرضية والـ continental shelves اللي هي يعني الأجزاء من البحار والمحيطات الملاصقة للقارات ونسميها continental shelves دي حوالي 5% والأزرق اللي بعد كده بقى السومس والمارشز والمستنقعات والليكس والستريمز والأستوريز وهكذا كل واحدة لها نسبة معينة من المساحة الكلية بعد كده في الـ terrestrial ecosystems أكبر حاجة بتشغل مساحة هي للأسف الصحاري حوالي 5% تقريباً وبعد كده برد الصعب الصحاري وبعدين الـ tropical rainforests وبعدين السابانة وهكذا دي كمساحات يعني أي اكو سيستم بيشغل مساحة أكتر من التاني هنا بيبين الـ average net primary production لكل واحدة منهم اللي هي كان موجود هنا بس عملناها بالعرض فوضع زي ما احنا شايفين كده هو ان الكورة الـ raves عالية جداً الغابات الاستوائية عالية جداً في البيئات الأرضية وهكذا نفس الكلام اللي كان هناك لكن نلاحظ مثلا الـ open ocean مساحته كبيرة جداً لكن الـ productivity بتاعه قليل لكن لو ضربت ده في ده يديني الحاجة الموجودة هنا هي نسبة الـ contribution بتاعة كل الـ ecosystem للـ total net production بتاع الأكل اللي هو يقدر يستين الحياة اللي ربنا أرادها على الكورة الأرضية مين أكبر سورس للأكل بقى؟ هم الحاجات اللي باينة هنا وبرضو الـ rainforests هي أكبر حياة سورس للأكل موجود جوا الـ tropical rainforests وعشان كده بنقول ونعيد ونزيد أن نحافظ على تلك الغابات من التدخلات البشرية أمر هام جداً لأن تأثيراته حتى نقلب على كل اللي عايشين على سطح الكرة الأرضية لو غيرنا التوزيع لو نقرأ مع بعض إيه اللي مكتوب هنا بيقولك الـ ecosystem is self-sustaining if the following requirements are met يعني الـ ecosystem المعين ده سواء كان نظام حيوي كبلي أو أستوريان إيكو سيستم إيكو سيستم أو أو بتاع غابة أو بتاع رينج لاند أو بتاع جراس لاند أو سابانا أو غيره من الحاجات اللي شفناه قبل كده اي ايكو سيستم فيهم يبقى سلف سستيننج يعني قادر على انه يساقورت اللايف اللي موجودة جواه لوحده امتى يبقى كلام ده يتحقق لو التلات شروط دول موجودين شرط الاولاني اني عندي ابروبريت انفيرمنتل ساتنجز يعني الايباوتك تاكترز ار ابروبريت وملأمة للحياة دي من حيث اي حاجات كتير زي ما حنشوف بعد كده من حيث درجة الحرارة من حيث ان الرياح اللي موجوده ما هيش رياح عاتية وفي الوقت نفسه ومش مفيش رياح خالص من حيث الرطوبة اللي هي رطوبة عالية ولا هي رطوبة واطية او من حيث نوعية التربة اللي موجودة سابورتيف اللي النباتات شكلها ايه وهكذا كل ده بيحدد نوع الحياة اللي هتبقى موجودة جواه الايكو سيستم بتاعي طيب جيفن اني عندي ابروبريت كونديشنز مثلا علشان تسابورت الحيوانات الزرافة والغزالة والضباع والمعرفش مين دول كل هم ممكن يكونوا بيعيشوا في نفس الايكو سيستم علشان يعرفوا يعيشوا محتاجين حكتين الاول محتاجين ماتيريال عشان يبنوا اكسامهم سيادتك او سيادتك لما بتتولدو بيبقى وزننا مثلا ثلاثة كيلو ونصر النهاردة لما بنتبر ونبقى نوصل مثلا عشرين سنة ممكن يبقى وزننا نقول مثلا خنصه ستين سبعين كيلو طب الفرق ده كله جمنين ستين كيلو دول زيادة جم منين يومة ولدنا لحد النهاردة لازم نجم عن طريق ماتيريال معين كاميكالز معينة الانسان بياخدها عن طريق الاكل والاكل ده هو اللي بيبني الخلايا بتاعت جسمه وتعود تنمو وتزيد وتتكاثر ويزداد الوزن بتاعه فلازم يكون فيه شورس او ماتيريال علشان الانسان يقدر يبني جسمه ويكبر او الغزالة الصغيرة تكبر تبقى غزالة كبيرة او السمكة الصغيرة تكبر تبقى سمكة كبيرة او البكتيريا نفسها تعرف تتكاثر وتعمل بكتيريات تانية ازاي لازم يكون فيه شورس او ماتيريال مش بس كده خد بالك الشجرة هتاخد الاكل بتاعها النيوترينز بتاعتها من التربة وهتمص مياه من الجدور وهتاخد كربان باكسايد من الجو وهتعمل منهم اكل لنفسها عشان هي الشجرة نفسها تنمو وتطلع ثمار عشان غيرها ااكلها او تطلع حشائش او ايا كان بحيش انه ممكن تيجي الجموسة مثلا تاكل الحشيش فالجموسة لما هتاكل الحشيش هتبني جسمها هي رخها ويتحول الى لحوم وبعد كده يجي الاسد ولا النمر ولا يعني كان الكائن المفترس يقدر يأكل البقرة دهية بما فيه من الانسان وساعتها اللحمة بتاع البقرة ده هيبتدي الماتيريال اللي هو تتحول تروح للمخلوق التالت اللي هياكل المخلوق التاني والمخلوق التاني ده اساسا تكون وزاد وزنه لانه بياكل المخلوق الاولاني اللي هو الحشيش والنباتات وهكذا يجي الاساسد اللي مهاربت الدنيا بيه في الغابة ويموت ايه اللي سيجرال كل الماتيريال اللي خدوا كون بها جسم ده سيجرال ايه بعد كده؟ وانا كلا عايز اقولوا ان في النهاية اي ماتيريال الكميكالز موجودة بتعملها كونتينيس ريشيكلينج ما بين الارجانيزمز اللي بتاكل خلال الويب الفود تشين اللي هي يعني مين بيأكل مين ومين بيأكل ايه والنوعية الاكل بتاعه شكلها ايه؟ طيب لو فيه اكل كتير وكويس وبتاع هل ده كافي؟ لا مش كافي ليه؟ سيادتك محتاج علشان تمشي من هنا الاخر المدرج ولا ترابح البيت ولا تطلع السلم محتاج الانرجي والنمر علشان يطلع فوق الشجرة وينط على المعرفش ايه وايه يصطاد ويجري وبتاع محتاج الانرجي واي حاجة في الدنيا محتاج الانرجي حتى البكتيريا اللي ما انتش شايفها هي بتتحرك وفي حاجة الانرجي طب يجيب الانرجي دي منين زي ما حنشوف بعد كده الانرجي السورس الرئيسي بتاعها هو الشمس والطاقة اللي جاي من الشمس كل يوم الصبح ده هي بتتحول عن طريق النباتات لطاقة كيميائية عبارة عن البونز اللي موجودة ما بين الموليكولز تاعة الاكل اللي بناكله وبعدين الاكل ده لما يتنقل من مخلوق لمخلوق بين المعاية الطاقة ده هي من مخلوق لمخلوق اخر وان كان بناسب مختلفة زي ما حنشوف فلازم عندي مضافة الانرجي والانرجي دي is being dissipated من نوع لنوع من light energy وبعدين أرجع حراءة تاني ورجعها إلى heat energy والheat energy داية الحظائي ما حنشوف لما نجي نتكلم على الانرج فإذن الثلاث حاجات دول لازم موجودين علشان الحياة تستمر جوه أي إيكو سيستم طيب لو الحاجات دي موجودة لكن في different species عايشين مع بعديهم أنا عندي جراس وعندي رانب وعندي مش عارف تعالب وعندي غزلان وعندي ضباع وقسود وفهود آخر تلاتة دول إيه المشترك اللي ما بينهم الأسد والضبع والفهد مثلا التلاتة بيأكلوا نفس الأكل غالبا وبالتالي هيحصل ما بينهم competition عالي جدا for resources بما فيها الأكل والspace المنطقة بتاعت كل حيوان منهم والمية اللي هيشربها والشلتر اللي هيبقى موجود حواليه العلاقات دي بيحكمها علاقات اسمها symbiotic relations هنشوفها بردو مع بعضين إن شاء الله بعض الأمثلة للإيه بايوتك فاكتورز نحن قلنا لكم درجات الحرارة الضوء اللي بيوصل irradiance اللي جاي من الشمس يعني irradiation اللي جاي من الشمس هده إيه الرينج بتاع الدرجات الحرارة الميستر والدرينيس الميستر والدرينيس الميستر والسابشتريتهم اللي هو بيتنمو في النباتات وموجودة في مايكرو ايجانيزنز أخرى الميستر والمينرالز اللي لازمة للمخلوقات الكتيرة دهية والأكسجين والكاربون دايكسايد والنيتروجين كل نوع مخلوقات بيحتاج لحجم الثلاثة دول عشان يعرف يعيش والبي ايتش طبعا اللي هو القص الهايدروجيني ده من الحاجات الرئيسية اللي بتحدد نوع الحياة وماذا استمراريتها في أي إيكرو سيستم محدد حسب الابياتيك فاكتورز دول ممكن يبقوا limiting factors بيحددوا دايليمت النوع والdistribution بتاع المخلوقات اللي موجودة جواها والصورة دي فيها يمكن ثلاثة أنواع قد يكونوا ثلاثة أنواع من التعالب لكن كل واحد ليه شكل وبيعيش في إيكرو سيستم مختلف عن التعالب بعض الأمثالة برضو يعني لو عندي very low temperatures زي ما في النظم الحيوانية القطبية التوندرا زي ما شفنا قبل جدا بيتحدد على أساسها نوع النباتات اللي ممكن تنمو نوع الحيوانات اللي هتعيش فعلا مشو الأماكن دي كمية الأكسجين المزاب في المايا مصر لو هو كتير ولا هو مين اللي يسمح بوجود حيوات مختلفة يعني في البحار السععة حيث النسبة الأكسجين الدايب كبيرة جدا ممكن نلاحظ كده أن المخلوقات اللي عايشة فيها في الحجم بتاع الحوت والسمكة التونة والأسماك الكبيرة يعني الأحكام الكبيرة جدا ليه لأن الأكسجين كتير ويقدر يجاب فيها بعكس المناطق الحارة اللي بيقى المياه حراراتها عالية وبالتالي ما تقدرش تدعو بأكسجين كتير قد تكون الأسماك اللي فيها مايقاش بنفس الحجم التاع للأسماك التانية أو هكذا الكيرين كاباستي بتاع الانفايرومنت ده حاجة مهمة جدا لازم تبقى فاهمينها كيرين كاباستي يعني إيه؟ لو أنا عندي بيقى معينة أو إيكوسيستم معين هذا الإيكوسيستم ليه كاباستي ماكسمن كاباستي يقدر يشيلها من المخلوقات ده بنسميه الكيرين كاباستي إنه تكون أسماك اللغة ده بنفس الحجم التاعي وممكن إبقى بالمثال مويت أو المخلوقات من الورجانيزم وممكن إبقى بالمثال باكسيستم كتيش التحاكل nadie المحضر الكيرين كاباستي is limited by وبايوتيك فاكتورز وبايوتيك فاكتورز ويستطيع التجربة المخلوقات المتحدة لتعود المنرز الموجودة في المكونات ويستطيع التجربة المتحدة للطلبة والهواء والمياه ويتولد منهم حياة جديدة المهم أن الكيرين كاباستي هي أكبر عدد من المخلوقات أو أكبر ماس يستطيع استحمله الحتة وكان زمان في تجربة كده نجيب علبة ونقعد فيها أفرين سيعيشوا مع بعض ونديهم أكل سيعيشوا بمبسوطين لو كانوا أربع فران ونديهم أكل أيضا يعني يمكن يعيشوا مع بعض لكن لو كانوا 8 أو 16 سيبتدوا الموتوا بعض لأنه هو بقى مخلوقات المتحدة الأكو سيستم اللي عايشين فيه بقى مخلوقات المتحدة لأن الأكل موجود فمش هقدروا يعيشوا ولا يكملوا والعكس صحيح لأن المخلوقات دي موجودة في حتة لكن كل معداد هيزيد الأكل اللي فيها مزادش سيبتدوا يتخنقوا على الأكل الضعيف أو الأكل اللي محدود اللي موجود جوه الأكو سيستم ده وبالتالي برضو ممكن يعدوا يعني الكيرين كاباستي بتاعة الانفيرون وما يقدروش يكملوا فإحصل حاجات تانية اللي قدامنا ده ايكو سيستم معين بيعيش فيه مثلا غزلان وشوية الطيور دي وارانب على مدار السنة هنا في الشتاء والربيع والسمر يعني والأوتم وهنا التوزيع بتاع عددهم فبنبص نلاقي بعد موسم التزاوج تبتدي الحيوانات دي تتكاثر ويزيد عددها جدا ولو زاد أكتر من الكيرين كاباستي ده ده معنان هو لازم حقيقة اللي تاني نتيجة للستارفاشن لأن العدد كبير والأكل مزادش اللي موجود في الايكو سيستم ده مثلا نسبة الحشيش اللي موجودة هي مزادش كان زمان بيكاف في خمسين غزالة لما تكاثره بقى مئة وخمسين أصبح أن الغزالة الوحدة نصبها من الحشائش قل للتلت فبالتالي مش هعرف يكمل بعد تبتدي أعداده تقل لحد ما يزبط نفسه في آخر السيزن ويرجع ثاني للكيرين كاباستي بتاعت الانفيرومنت اللي هو الرقم اللي موجود هنا وفيه أسباب أخرى ممكن تقلل الكلام ده هو زي الإيبايتك فاكتورز اللي هي الجو نفسه ممكن يتغير الهانتنج الهانتنج الناس بتيجي تصداد الكلام ده أو إنه يبقى فيه أعداء طبيعية فبتقلل الأعداد بتاعت المخلوقات الموجودة هنا ونوصل لستيدي ستيت إمتى؟ لما الـ number of births is equal to number of deaths للسبيشيز المعينة دي و ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر